بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع في يحكى أنا وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتتعرض أغلب فترات الحلقة حضراتكم ممكن تبعت لنا الموضوعات اللي عايزيننا نتكلم فيها وأكيد ممكن ترجعوا لأي جزء من محتوى حلقاتنا السابقة بتكتبوا بس رأس الموضوع يعني إيه الموضوع اللي عايزين تسألوا عنه أو اللي عايزين تعرفوه في جملة كده سلاش أو شرطة كده يحكى أنا دكتور محمد رفعت وإن شاء الله هيطلع لكم الموضوع ده إذا كنا تكلمنا فيه إذا ما كناش تكلمنا فيه فده بتكون فرصة حلوة أنكم تبعتوا لنا وتقولوا لنا عايزين حضراتكم أو عايزينك تتكلم في هذا الموضوع وأكيد برضو ممكن تبعتوا لنا الأسئلة اللي عايزين تعرفوا إجابتها وإحنا بنخصص حلقات خاصة أو كاملة لأسئلة حضراتكم منها حلقة النهاردة النهاردة حلقة أسئلة يلا بينا نبدأ على طول الأسئلة بتاعة حضراتكم أول سؤال معانا من أم بيدو وبتقول آلام القدم عند الطفل بدون أعرض ده السؤال طيب آلام القدم عند الطفل بدون أعرض أول حاجة عايزة أبدأ بها سؤالي يعني عايزة أعلق على حاجتين أعلق على عدم ذكر عمر الطفل وبتهيال يا جماعة أنه يعني أنا قلتل حضراتكم كتير قوي قوي أن العمر عمر الطفل أنتوا يعني أنتوا ممكن تكونوا بتنسوا أو فاكرين أن أنت لما تسألي على ابنك أو تسأل على ابنك أو بنتك فاكرين أن احنا عارفنهم يعني فاهمين قصدي فتقول مثلا بنتي ما بترضىش تاك طبعا ده قد إيه بنتي مدأخرة في الكلام بنتي أو ابني عنده آلام عنده آلام في القدم طب هو عمره قد إيه العمر ده بيفرق جدا جدا مش معلومة فيها رفاهية يعني لا ده معلومة مهمة قوي خلاص ده كان أول تعليق أرجوكم أرجوكم لما تبعثوا سؤال لازم تقولوا لنا عمر طفلكم قد إيه دي معلومة مبدئية يعني ما فيهاش هي جزء لا يتجزأ من السؤال نفسه التعليق التاني هو أنا بقى بسأل ما هو المقصود بجملة بدون أعراض يعني إيه بجملة بدون أعراض هل المقصود هنا الأعراض الموضعية مثلا يعني لما نقول آلام القدم فأنتو أصدقوا الأعراض الموضعية زي مثلا التورم إن الرجل تبقى ورمة الله هو فيه أعراض تانية ممكن تبقى مع آلام القدم آه فيه أعراض عامة ممكن يبقى فيه ارتفاع الحرارة مثلا فاهمين قصدي فلما بنقول بدون أعراض اللي هي بدون أي نوع من أنواع الأعراض يعني خاصة بحاجة موضعية خاصة بالشكوى اللي بنتكلم عنها وهي آلام القدم ولا بدون أعراض عمومية التعليق الثالث آه ما التعليقات كتير ده لسه أقول لكم الإجابة بقى التعليق الثالث هو عدم وجود الحد الأدنى من المعلومات في سياغة السؤال خلاص الحد الأدنى مع إن المفروض تكون المعلومات وفيرة يعني مش لازم تقول لنا الحد الأدنى يعني الحد الأدنى كل ما كانت المعلومات حلوة ووفيرة وبتفهم الدكتور الشكوى كل ما الدكتور شرح لكم أفضل ووجهكم أحسن فاهمين قصدي؟ يبقى لازم يا جماعة كده لما نيجي نقولها نسأل سؤال لازم نكون عاملين حسابنا إن إحنا نقول العمر تمام؟ ده مهم قوي 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 لازم نقول في المعلومات بقى في صياغة السؤال نفسه نقعد إحنا نقرأ السؤال كده يا ترى ده لو حد غريب حد غريب ما يعرفناش هيفهم إيه من السؤال ده فاهمين قصدي؟ طب حد دلوقتي ممكن يقول الله طيب هو يعني أنت واضح إن أنت عندك تعليقات على السؤال أما ليه اخترناه؟ ده مش بس اخترته ده أنا اخترته وحطيته في بداية الحلقة رغم عيوب الصياغة زي ما قلناه ليه؟ لأهمية الموضوع ده من زاوية ومن زاوية تانية إن إحنا ما تكلمناش فيه قبل كده ما تكلمناش في موضوع اسمه آلام القدم عند الأطفال فأنا حسيت إن دي فرصة حلوة قوي قوي إن إحنا نقول لحضراتكم معلومات مفيدة قوي في هذا الأمر عن آلام القدم عند الأطفال يعني أنا شخصيا هتعامل مع الموضوع ده مش على إنه سؤال على إنه موضوع وأي حد لا قدر الله أي أسرة عندهم طفلة أو طفلة يعانوا من آلام القدم بشكل أو بآخر حيستفيدوا إن شاء الله من الإجابة اللي أنا هقوله فاهمين قصدي إنه الموضوع حلو جدا طبعا مش الآلام هو اللي حلو حلو حلوته في إن إحنا ما تكلمناش فيه قبل كده خالص والمعلومات اللي فيه مفيدة فلازم حضراتكم تكونوا عارفين لما نقول آلام القدم عند الأطفال سيبوكوا بقى من غير أعراض دي آلام القدم عند الأطفال فاحنا على الأقل على الأقل على الأقل شوف أنا أقول لك مرة عندنا 16 سبب 16 سبب ممكن يكونوا وراء إحساس الألم في قدم أي طفل في منها أحوال أو أسباب طبيعية وفي أسباب حركية وفي أسباب مرضية تمام؟ يلا نتكلم عليهم بقى نركز كده مع بعض آلام القدم عند الأطفال أسباب طبيعية وأسباب حركية وأسباب مرضية أما عن الأسباب الطبيعية فأول سبب يؤدي إلى حدوث الألم في قدم الطفل هو النمو وأظن كلكم دلوقتي حالا اللي بتفرجوا علينا ممكن يستعيدوا كلمة سمعوها من أمهاتهم وآبائهم اللي هما الجدود والجدات لما كنا نشتكي من حاجة في ألم في القدم أو في الساق يقول لك إيه؟ ده بيطول أو عند الكأب يقول لك ده بيطول ورغم إن إحنا ساعتها يعني فيه طبعا وإحنا صغارين ما كناش مقتنعين أوي بالإجابة دي يعني إيه بنتول دي وحتى لما بنجبر نقول إيه؟ هتقول إيه بقى؟ بنطول برضو ومش عارف إيه وبتاع آه النمو يؤدي إلى بعض الإحساس بالألم وبالمناسبة أول كلام ياهو ليس هناك أي سند علمي على اللي أنا بقوله ده يعني ما فيش تفسير علمي خالص لكن وجد إنه في فترات النمو بتاعة العزام أو في يعني في الفترات اللي العزام فيها بتنمو في الحجم اللي بتؤدي إلى الطول إن الطفل يعني أو الطفل بيتغير طوله من مرحلة إلى أخرى قد يشعر ببعض الألم في القدم والساقين بس الألم دي بتكون ألم بسيطة بتكون ألم بسيطة وزي ما لسه بقول لحضراتكم ما بتكونش في القدم بس بتكون كمان في الساقين وحتى في الفخدين وبيبتدوا يحسوا بيها الأطفال بداية من عمر 8 سنين يعني قبل كده بيحسوش بالألم قوي خلاص يعني من 8 سنين فما فوق يبتدوا يحسوا بالألم إيه السبب هنا؟ سبب النمو خلوا بالكوا دي الأسباب الطبيعية الأسباب الطبيعية دول 3 حاجات قلنا منهم واحدة بس قلنا بشكل عام آلام القدم عند الأطفال ممكن تكون لها أكتر من 16 سبع هنقول منهم 16 يبقى أول 3 أسباب اللي هي الأسباب الطبيعية النمو طب تاني سبب في الأسباب الطبيعية إيه؟ من أسباب ألم القدم عند الأطفال سبب طبيعي هو ممارسة الرياضة بكسافة ممارسة الرياضة بكسافة لازم حضراتكم تبقوا عارفين أن الأقدام الأقدام اللي هي القدم اليمنى والقدم اليسرى ليهم علاقة بكتير جدا من الرياضات ليهم علاقة بكتير جدا من الرياضات مش بس كرة القدم زي ما بعض الناس فاكرة أن عشان كرة القدم بتتلعب بالقدم يعني اسمها كرة القدم لا ده كل أنواع الرياضات تقريبا بيستخدم فيه يعني مثلا رياضة زي السكواش دايما يتقال عليها انها من اكتر رياضات اللي لم تكن اكتر رياضة فيها حاجة اسمها فوت وورك او عمل قدم السكواش التنس كرة اليد الكرة الطيرة حتى تنس الطاولة الوالبينج بونج كل ده له علاقة بالاقدام فعشان كده بقول لكم قد ينتج عن ممارسة الرياضة بكثافة بشدة بزيادة عن اللزوم احساس بالألام في القدم وانا هنا الحقيقة عايز اقول كلمة عن حماس التدريبات يعني خصوصا ودي على فكرة في كل الأعمار بس تبع بين قوي في في العمار الصغيرة كمان اكتر لان هم ما بيبقوش لسه يعيني عارفين ينظموا انفعلاتهم فممكن لهم مثلا ايه وهم بيتمرانوا بيبقوا عايزين يثبتوا ان هم شطرين وعايزين يثبتوا جدارات فتلاقيهم بيبزلوا مجهود زيادة يعني ممكن ما يكونش لسه حد طلب منهم المجهود الزائد ده خلاص فده حماس التدريبات ده خلوا بالكم منه ولازم احنا كاولياء امور او كمدربين نسيطر على الحماس ده ونخليه حماس موضوعي مش حماس يؤدي الى مزيد من او يؤدي الى الالم المفروض الطفل بيمارس رياضة فما نحولش احنا الرياضة الى حاجة بلقدر الله تسبب الالم وانا هنا برضو عايز اقول كلمة بقى للمدربين مدربين الاطفال في الاندية والاكاديميات خلوا بالكم قوي من الحكاية دي انكم متحمسوش الاطفال قوي بطريقة زايدة عن اللزوم فتخلوهم يأذوا نفسهم او يحسوا بالقلم خلوا بالكم قوي من الحكاية دي خلوا بالكم قوي من الحكاية دي تمام؟ فيه فرق ما بين ان انا خلي الطفل متحمس واخد الموضوع بجدية وبيتعلم رياضة كويس وفرق ان انا اتسبب له في قلم يعني فترة التدريب مثلا ما ينفعش الطول ما ينفعش انا كطفل اقول ايه انا اتمرنت ساعة او التدريب بتاعي مع الكابتن بتاعي ساعة اتمرن انا لوحدي ساعة مفيش حاجة اسمها كده لان ده هيؤدي بيك الى القلم يبقى ده كان السبب التاني السبب الاول زي ما قلنا هو النمو السبب التاني من الاسباب الطبيعية هو ممارسة الرياضة بكثافة اما السبب التالت هو الحقيقة مش بس سبب يعني مش بس سبب طبيعي هنا للألم في القدم لكنه كمان سبب منطقي طيب ايه هو السبب المنطقي الاحزية الديقة لبس الاحزية او الشوز او الجزمة الديقة ده بشكل عام وللاطفال اللي بيعانوا من الفلاتفوت او من تفلطح القدمين بشكل خاص وخلوا بالكو يا جماعة لازم نكون وعيين ان بعض الاطفال لما بنسألهم على لما بنشتري جزمة او بتاعنا نقول الجزمة دي مريحك او الشوز ده مريحك ولا لأ ما بيبقوش عارفين يرده او ما بيبقوش عارفين يجاوبه انتو فاهمين قصدي يعني فيه اطفال بتتشوش ويقولك اه وهو مش عارف لسه فاهمين قصدي فلازم احنا نبقى عارفين ونجرب اكتر من مقاس ونخلي المقاس مريح ما بقولش ان الجزمة تبقى بتتخلع من الرجل الطفل ولا حاجة بس ما نكونش المقاس دي ولازم كمان نراعي ان فيه توعية ان اختيار الحزاء يكون على حسب فترة ارتداؤه فاهمين قصدي يعني ما يكونش الطفل مثلا بيلبس حزاء اللي هو بيلبسه مثلا في المدرسة ونبقى عارفين ان هو بعد كده هنخرج نقضي بقية اليوم برا نخدم المدرسة مثلا ونقضي بقية اليوم برا طول نار فيبقى طول اليوم رجله في الشوز او في الحزاء بتاع المدرسة بس لا لازم هنا نعمل حسابنا ان احنا نغير له الشوز ده او نغير له الحزاء ده لازم كمان نخلي بالنا من الاحتمالات بتاعت الوقوف لفترات طويلة في حالات الفلات فوت اي طفل عنده فلات فوت او طفل طح قدمين غير ان هو لازم يستخدم احزيات خاصة بهذا الامر نتجنب ان هو يقف فترة طويلة لبس الحزاء او لبس الجزمة والرباط مربوط ايه بقى القصة دي دي قصة مهمة جدا انا عايز اقول لكم مش فيه كتير كده ان فيه الجزم اللي لها رباط تبوس لو الاطفال او حتى الكبار احيانا يلبسوا الجزمة والرباط مربوط او الطفل يلبس الشوز بتاعه والرباط مربوط الله هي دي ايه الخطورة في الموضوع ده او ليه ده غلط هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم خليكم فاهمين او فاكرين احنا وقفنا عند ايه يحكى انه مازال متواصل خليكم معا اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة واللي هي حلقة اسئلة وبدأناها مع حضراتكم بسؤال عن آلام القدم بدون اعراض في الجزء الاول من الحلقة اتكلمنا عن قلنا ان فيه 16 سبب طبعا ما قلناش ال 16 سبب قلنا ان فيه 16 سبب يؤدوا الى احساس بالألم في القدم عند الاطفال وقلنا ان الاسباب دي متقسمة 3 اسباب طبيعية وسببين اسباب حركية وباقي الاسباب اللي هم ال 11 سبب اسباب مرضي في الجزء الاول برضو اتكلمنا عن الاسباب الطبيعية وقلنا ان الاسباب الطبيعية دي اولها النمو وشرحنا ايه التفسير ورده وقلنا كمان ممارسة الرياضة بكثافة وشرحنا التفسير ووقفنا عند الاحزيات ضيقة وقلنا ان ده مش بس سبب طبيعي للاحساس بالألم القدم لكنه سبب منطقي وقلنا برضو ان فيه اطفال كتير اوي بيكونوا مشوشين او بيكونوا متلخبطين لما نقول لهم لما نشتري لهم مثلا حزاء او شوز او جزمة يعني ايا كان المسمى اللي حضراتكم بستخدموه وانه نقول لهم مثلا الجزمة مريحاك ولا لأ كتير اوي من الاطفال واحيانا الكبار ما بيعرفوش يرد يعني ما بيبقوش عارفين هي مريحاهم ولا لأ فلازم نخلي بالنا ان احنا لما نتعامل مع الاطفال احنا والبائعين في المكان نتأكد ان الجزمة تكون مريحة الطفل فعلا ومش لازم انها تكون بتلق كده في رجله او تخرج منه وهو ماشي ولكن تبقى مريحة وختمنا الجزء الاول قبل الفاصل وقلنا ان فيه سبب غريب جدا او سبب يعني طريف جدا حكاية ان فيه ناس بتلبس الاحزاء اللي ليه رباط والرباط مربوط وكنا وقفنا بقى قبل الفاصل ايه الخطورة في ده او ايه المشكلة في ده المشكلة انه لما الرباط بيبقى مربوط بيكون الجزمة اصلا ديئة يعني بتكون داقت لان الرباط ده بيكون معمول بيكون مفكوك نحط فيه القدم بعد كده بنربط الرباط عشان الجزمة تمسك على الرجل كتير جدا جدا من الامهات والاباء لما ولادهم يكونوا بيلبسوا جزمة برباط الاطفال بيقلعوا الجزمة من غير ما الرباط ايه يتفك ويرجعوا يلبسوا تاني الجزمة فاصلا وهم بيلبسوها بيبزلوا مجهود حتى لو من غير ما يقولولنا بيعودوا زي ما بنقول كده يحشروا رجلهم علشان خط الرباط ما يتفكش وبعدين يلبسوا الجزمة بصعوب دي من اكتر العوامل اللي بتؤدي الى الاحساس بالقلم في القدم سواء عند الصغارين او عند الكبار حتى فيه كبار بيعملوا الحكاية دي لدرجة ان فيه ناس من الكبار يعني بيكونوا متعقدين كده او متدايقين من الرباط بتاع الاحزاية فيقولوا ايه احنا بنميل ان احنا نلبس الاحزاية كلها تبقى اللي هي من غير ايه روباط فخلوا بالكوا من الحكاية دي قوي تمام خلوا بالكوا كمان من ممارسة الرياضة باحزاية غير رياضية يعني ايه يعني مثلا لابسين جزم معدية الاطفال مش جزمة رياضية وموجودين مثلا في مكان او في خروجة او في تجمع عائلي وفي مساحة فطلعت كده اقتراح او الناس بتجري او الناس بيلعبوا كورة او مش عارف ايه فممارسة الرياضة باحزاية غير رياضية تؤدي الى الاحساس بالقلم في القدم والعكس صحيح المشي بقى باحزاية رياضية خاصة يعني ايه احزاية رياضية خاصة يعني مثلا لو احزاية رياضية في المطلق مفيش مشكلة ان احنا نمشي بيها طبعا لكن بيبقى في مشكلة لو الاحزاية دي لها ستارز او لها اللي هي مثلا زي احزاية كرة القدم فده غلط ان الطفل يمشي بيها او غلط ان الطفل مثلا يكون في تدريب ولا حاجة ولابس هذا الحزاء وبنكمل احنا مثلا خروجة بقى بنروح بمكان او بنشتري حاجات ويبقى الطفل لابس هذا النوع من الاحزاية ده برضو غلط ويؤدي الى الاحساس بالقلم دول اول 3 اسباب لالام القدم عند الطفل اللي احنا قلنا الاسباب الطبيعية وانا لو تفتكروا في بداية الحلقة قلتلكوا رغم انه السؤال كان غامض جدا وما فيوش داتا او معلومات كتيرة لكنه كان مهم بالنسبة لي قوي ان انا اخترته لحضراتكم لان موضوع الام القدم عند الاطفال موضوع جديد وما تكلمناش فيه قبل كده وانا بتعامل معه دلوقتي مش على انه بس السؤال من احد الامهات ولكنه موضوع عايز حضراتكم تستفيدوا منه من المعلومات دي يعني زي ما لاحظتم دي الاسباب الطبيعي طيب ايه يا بقى الاسباب الحركية السبب الاول من الاسباب الحركية التي تؤدي الى شعور بالألم في القدم هو القيام بحركات خاطئة للقدم اثناء ممارسة الرياضة يعني ايه يعني ان الاطفال مثلا وهي بتمارس رياضة معاينة مثلا تقوم تغير اتجاهها بسرعة او يكونوا مثلا بيحاولوا يفرملوا او يعني بيحاولوا مثلا يوقفوا نفسه انا ما بتكلمش بس على رياضة كرة القدم احنا قلنا انه الالم القدم دي مش مقصورة على كرة القدم لان كل انواع الرياضات بلا استثناء زي ما سمعتوا مني في الجزء الاول فيها الفوتورك او فيها استخدام القدمين التنس والسكواش والبينجبونج وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطير فاحيانا الحركات الخاطئة دي تؤدي الى الشعور بالألم وده زي ما قلنا انه ده خطأ في ممارسة الرياض وفيه الحقيقة نصيحة انسانية انا عايز اقولها للمدربين اللي بيكونوا مشرفين على تعليم الاطفال او تدريب الاطفال في رياضات معينة اولا يتجنبوا الحركات الخاطئة يعني يعلموا الاطفال الرياضيين الصغار دول سواء اولاد او بنات انهما ازاي يتجنبوا الحركات الخاطئة يعني انت مثلا بتجري وعايز تغير اتجاهك تغيروا بالطريقة الفلانية او بتقطع بحاجة معينة او بتفرمل او عايز تفرد سبرينت اكتر او كده فلازم المدربين يعلموا ولادنا وبناتنا الصغارين لما يمرسوا رياضة ازاي تجنب الحركات الخاطئة لازم كمان يعلموهم تجنب الاصابات تجنب اصابات الاطفال لبعض يعني هقول لكم مثلا عشان تفهموا قصدي يعني فيه مدربين كده لما بيبقوا مثلا هناخد مثلا برضو بكرة القدم تو بص تلاقي ايه المدرب واقف على الخط وكده ويبقى تدريب عادي ما تبقاش مباراة يعني ويقول له ايه مثلا هو واحد معك كرة وفيه ولد يعني داخل عليه او بيعمل دفاع عليه فيقول له ايه ادخل راجل ما تخلوش يعدي منك فاهمين قصدي الاطفال بياخدوا الكلام ده بحماس شديد جدا وممكن يؤدوا الى انهم يأذوا بعض من غير ما يصدوا فاهمين قصدي يعني ايه دخل راجل خليك راجل ما تخلوش يعدي تخلوش يعدي دي بالنسبة لطفل انه هو ممكن يكعبله ممكن يؤدي الى اصابة وانا الحقيقة عندي قصة شخصية انا بشكل شخصي مرت علي لان انا يعني زمان كنت بلعب كرة تسلة فالحقيقة في مرة من المرات كان يعني وتبالع في احد الاندية الكبرى في مصر على فكرة فاحد المدربين المدرب تغير فدي قصة والله حقيقية يعني فجلنا مدرب جديد كنت انا لسه في نهاية المرحلة السنوية يعني قبل ما ادخل الجامعة ففجيت بالمدرب بيقول لنا حاجة في منطال غرابة يعني بيقول ايه وكنا ده في اسناء مباراة يعني بنلعب مباراة فلاقيته بيقول لنا واحنا في التايم اوت يعني وكان فيه واحد في الفريق اللي قدامنا الحقيقة يعني ربنا فتحها عليه ومتقلق يعني فكان بيقولي انا بيقولي وانت قريب منه حاول تدوس على مشت رجله على مشت الرجل ودي اصابة معقدة جدا يعني اصابة مش بس تخليه اشعر بالقلم بقى دي تخليه ممكن يبطل رياضة يعني لما ييجي في كرة السلة لما ييجي مثلا يقفز وعشان يحط الكرة في السلة يعني اوما ندوس على مشت رجله ودي حاجة في منتهى الازى وطبعا انا ما عملتش كده يعني لانه يعني دي حاجة لي علاقة اصلا بقى بالتربية مش بالاخلاق الرياضية ولا بالروح الرياضية يعني ما ينفع لان دي هتؤدي لاصابة وانا كنت مستشار ده طبعا ما كنتش دخلت كلية طب ولا حاجة بس كنت لسه زي ما بقول لكم في نهاية المرحلة الثانية بس عارف ان ده امر شديد للخطورة ففكرة ان مدرب يقول للاعب انه يتعمد اصابة لاعب تاني دي حاجة الحقيقة يعني يعني ربنا يعافي الجميع وربنا يكتب السلامة للجميع بس لما يحصل حاجة زي كده وتحسوا ان فيه مدرب في سبيل انه هو يحقق هدف او انه يحقق مكسب او كده بيعلم الاولاد طرق غير مشروعة او اي حاجة يعني بأي طريقة كانت يبقى ده نتوقف هنا عن ممارسة الرياضة مع هذا المدرب ده كان السبب الاول في الاسباب الحركية خلاص اللي هي اصابات القدم نتيجة الحركات الخاطئة السبب التاني في الاسباب الحركية لألام القدم هو الارتطام بالارض او الاستضام بشيء صلب كلامي ممكن ما يكونش مفهوم لكن هقول لكم مثلا لحضراتكم وتفهموا قصدي اظن حضراتكم كلكوا عارفين ان الاطفال الصغارين في سن سنتين وثلاث سنين واربع سنين لما بنبقى نازلين مثلا على سلم تبص لو كل الاطفال يحبوا يعملوا حركة دي تبص لو اخر سلمة والاخر سلمتين يحبوا ينطوهم وهما مسكين ايدينا صح والغاية او احيانا من غير ميبقوا مسكين ايدينا دي ممكن تؤدي الى اصابة في القدم نتيجة ارتطام القدم بشيء صلب وهو الارض حاجة تانية الاطفال اللي بيحبوا يلعبوا في البيت تلاقيهم بيتنططوا على الكراسي وعلى الكنبة والكلام ده كل وتلاقيهم احيانا في لعبة كده عند الاطفال كتير او برضو من الاطفال بيلعبوها مع انها غلط واولياء الامور الاب والام لازم يعلموهم ان ده غلط تلاقيه مسلا يطلع فوق كرسي وينط او يطلع فوق كنبة وينط صح ولا غلط دي ممكن تؤدي الى اصابات خفية في القدم نتيجة ان هو بيبقى واقف على مرتفع احنا بالنسبة لنقول ايه هو ايه المرتفع يعني دي كنبة ما هو بالنسبة للطفل ده ارتفاع مش لازم يبقى بينط من ادوار كبيرة ولا من امطار كبيرة بنسبة للطفل ان هو يقف وينط زي ما بنقول كده بعزم ما فيه ويتحمل جسمه وزنه في اللحظة دي لحظة ارتطامه بالارض ده ممكن تؤدي الى اصابات خفية بقول لكم في القدم ده غير انها من المؤكد انها تؤدي الى الام الاقدام عشان كده خلوا بالكوا قوي من الحكاية دي خلوا بالكوا من مناطق العاب الاطفال المنطقة اللي بيسموها كتز ايريا او مناطق اللعب بتاعة الاطفال في النوادي والحدائق العامة خلوا بالكوا من عوامل الامان في الحاجات دي في الاجهزة في الحاجات دي كلها تقولوا لي عوامل الامان يقول لكم اه تخلوا بالكوا والقائمين على الحاجات دي لازم يخلوا بالهم عوامل الامان مش بس لازم تراجع في الملاهي وفي الاجهزة الكهربائية وكده لا تراجع في الحاجات العادية فيه مسامير بتفك وفيه مسامير متتعرض للصدق وأحيانا أجزاء من الألعاب دي ممكن يحصل فيها مشاكل وهكذا لقدر الله ربنا يكتب السلامة للجميع كده نبقى قولنا خمس أسباب يخلوا الطفل يشعر بالألم في قدمه تلاتة منهم أسباب طبيعية زي ما قولنا اللي عايز بقى ما كانش يمتابع معنا ولسه منضم لنا يرجع للسوشيال ميديا ويشوف الجزء ده تلاتة منهم أسباب طبيعية وسببين من الأسباب الحركية كده يبقى فاضل 11 سبب وللأسف زي ما قلت في الجزء الأول كلها أسباب مرضية يعني عندنا 11 سبب مرضي يؤدوا إلى إحساس الألم في القدم عند الأطفال يلا نقول لهم بسرعة السبب المرضي الأول هو إصابة الطفل بالحمة الروماتيزمية الحمة الروماتيزمية دي بتنتج عن تكرار الإصابة بالتهاب اللوزاتين حاجة غريبة جدا الجسم كله متصل ببعضه التهاب اللوزاتين دول لما يتكرر كتير تبص تلاقوا حاجة غريبة تحصل المفاصل تتوجع الرجبة والقدم وأحيانا لقدر الله لقدر الله يحصل تأثر في سمامات القلب عاوزين أنتوا سمعين عن حاجة زي كده وسمعين أن يقولوا إيه ده بياخد بنسلين طويل المفعول عشان عنده حمر وما تزميع القلب ويكون منشأ الحكاية كلها تكرار التهابات اللوز فخلوا بالكم الحكاية دي السبب المرضي التاني هو نقص بعض المعادن في جسم الطفل في أطفال بيبعندهم نقص في معادن معينة زي إيه؟ زي نقص الكالسيوم ونقص الماغنيسيوم ونقص الفوسفور ونقص بعض الفيتامينات وتحديدا فيتامين دال طيب فرصة حلوة أن احنا نفكركم بمصادر الكالسيوم أهم مصادر الكالسيوم مش اللبن الحليب زي ما حضرتكم فاكرين ولكنها السمسم الحليب طبعا ومشتقاته الخضروات الخضرة الأسماك اللوز أهم مصادر للماغنيسيوم الفاصولية الخضرة المكسرات وبينها الفول السوداني الخميرة والخبز الكامل والمكارونا والبسلة والمأكلات البحرية والفواكه المجففة أهم مصادر للفوسفور اللحمة والأسماك والحليب ومشتقاته والمكسرات ومن بينها الفول السوداني والردة والقرع العسلي والسمسم وبوزور عباد الشمس ودي بتستخدم أحيانا في المخبوزات أهم مصادر فيتامين دال أسماك المكرال والسلمون والسردين والرنجة والتونة والجنباري واللبن الحليب طبعا وصفار البيت وزيوت الأسماك طبعا دور أشعة الشمس أشعة الشمس مفهاش فيتامين دال لكن أشعة الشمس بتحول فيتامين دال في جسمنا من الصورة الغير نشيطة إلى الصورة النشيطة زي ما قلتلكم ده كان السبب التاني نقص بعض المعادن والفيتامينات من جسم الطفل إيه هي؟ كالسيوم، مغنيسيوم، فوسفور دول المعادن وفيتامين دال خلاص ده نقصهم في الجسم يؤدي إلى ألام القدم عند الأطفال طيب باقي الأسباب إيه؟ هنطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي الأسباب خليكم معنا يحكى أنا مازال متواصل إيو أتروحوا بيت أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة واللي كان من المفترض أنها تكون حلقة أسئلة ولكن إحنا خدنا فيها سؤال واحد ورغم كده إحنا مبسوطين وأكيد حضراتكم برضو هتكونوا مبسوطين ومرتحين لأنه سؤال واحد صحيح ولكنه عن موضوع شديد الأهمية وما تكلمناش فيه قبل كده وهو عن آلام القدم عند الأطفال بشكل عام وقلنا أن فيه 16 سبب يخلوا فيه آلام للقدم عند الأطفال وشرحنا لحضراتكم أن فيه 3 أسباب طبيعية شرحناها بكل تفصيل وسببين من الأسباب الحركية شرحناهم برضو بكل تفصيل و11 سبب مرضي اتكلمنا فيهم عن سببين فقط قبل ما نطلع للفاصل وفي هذا الجزء هنكمل بقى بقية الأسباب 11 السبب المرضي الثالث لشعور الطفل بالألم في القدم هو التهاب الغدة أنه كافية والحقيقة الحمد لله أنه أصبح مرض قليل الظهور وده بسبب أن فيه تطعيم له وفي التطعيمات الأساسية يعني ماينفعش ده مش تطعيم إضافي ده تطعيم أساسي تطعيمات الأساسية على فكرة هي الموجودة في شهد الميلاد خلوا بالكم الحكاية دي والتطعيم ضد التهاب الغدة النكافية عند عمر سنة وجرعة تانية منشطة عند عمر سنة ونص بالمناسبة الغدة النكافية بتكون على جانبي الوجه ومسؤولة عن إفراز اللعاب مع غدتين تانيين تحت اللسان وغدتين تلتين تحت الفك السفلي يعني الإجمالي هم ست غدت أعراض الغدة النكافية اللي الحمد لله ما بقتش شائعة خالص الحمى والصداع وألام العضلات والعزام وتورم الغدد على جانبي الفم والشعور بالألم طبعا أثناء البلة طيب السبب المرضي الرابع هو الإصابة بمرض شلل الأطفال والحمد لله برضو ألف حمد أنه أصبح مرض غير شائع حاليا بسبب التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال والتطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال بقى مختلفة لأنها بتتخذ كثير هقول لكم بتتخذ خلال أول أسبوع من الولادة أول أسبوع لازم يتخذ التطعيم ضد شلل الأطفال وعند عمر شهرين وعند عمر أربع شهور وعند عمر ست شهور وعند عمر تسع شهور وعند عمر سنة وعند عمر سنة ونص كلنا كده لما نرجع لشهادات الميلاد بتاعت ولادنا وبناتنا طبعا هنلاقي أنهم خدوا التطعيمات الأسية هتلاقوا مواعدهم وتبقى في جداول كده وتبقى حاجة جميلة جدا جدا تمام؟ السببب المرضي الخامس من الأسباب المرضية لآلام القدم عند الأطفال هو عدوى العظام يعني أن العظام دي يكون فيها حالة مرضية تؤدي إلى العدو يعني إيه؟ حالة مرضية العظام دي تعادت منها بيكون فيه التهاب في منطقة قريبة التهاب في أنسجة قريبة تمام؟ وهذه الالتهابات راحت ناحية العظام عشان كده اسمها عدوى العظام بيكون هنا عبارة عن إيه بالإصابة بتكون فيها أكياس كده أكياس حويصلات كده أكياس على العظم بيكون فيها سائل وبيكون جنب العظم على طول وممكن تخترق لقدر الله العظم بس بيكون معها ارتفاع في الحرارة وآلام شديدة وصعوبة في الحركة تمام؟ طيب السبب السادس هو لين العظام؟ مرض لين العظام تمام؟ والمرض لين العظام ده هو باختصار نقص حد في مستوى فيتامين دال في الجسم وإحنا قلنا من شوها صغرين قوي مصادر فيتامين دال كلها وقلنا دور أشعة الشمس طيب إيه السبب السابع؟ السبب السابع بعض الأمراض المناعية اللي احنا بنسميها autoimmune diseases autoimmune يعني اللي هي الأمراض ذاتية المناعة زي مرض الزئبة الحمرة أمراض الزئبة الحمرة مثلا ده على سبيل المثال يعني يؤدي إلى الإحساس بآلام في القدم عند الأطفال السبب الثامن هو سبب الحياة غير متوقعة وشائع جدا وهو أنيميا نقص الحديد حد يقولي يا أنيميا نقص الحديد إيه اللي جاب الألعة جنب البحر؟ ما هو كله الجسم كله متصل ببعضه أنيميا نقص الحديد تؤدي لما الطفل بعنده نقص في الحديد ده يؤدي إلى شعوره بالألم في القدم ده بصفة عامة وبيكون ألم القدم ده واضح جدا جدا بقى عند الأطفال اللي عندهم نقص عندهم أنيميا نقص الحديد بس عندهم كمان مشاكل زي مثلا مرض السكر أو عندهم أمراض في الكلا أو أمراض الكليتين تمام؟ ده بيكون عندهم بقى العرض ده واضح قوي طيب إيه السبب التاسع؟ السبب التاسع هو حالة مرضية اسمها بلانتر فاشيائتس أو بالعربي اسمها التهاب اللفافة الإخمصية هي بلانتر فاشيائتس بتالي بالطب أسهل يعني وده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن التهاب يعني لو تخيلوا أن دي القدم كده التهاب في النسيج اللي بيوصل بين عظام الكعب يعني لو تخيلوا أن ده الكعب وصوابع القدم من قدام اللي هي في بطن الرجل يعني تمام؟ القلم هنا طبعا بيكون في الكعب وبطن القدم وأشهر أسباب الحالة المرضية دي أشهر الأسباب دي حالة اسمها بلانتر فاشيائتس أشهر أسبابها على إطلاق الوزن الزائد يعني أي طفل وزنه زائد أو حتى من الكبار حد كبير وزنه زائد يبقى معرض للي اسمها بلانتر فاشيائتس دي يجيله القلم ده عارفين إيه تاني من الأسباب؟ سبب غريب قوي الجريك كتير لما نجري كتير مش نجري يعني نسعى في الحياة ونجري على الأكل عشرة لا الجري بالمعنى الحرفي علشان كده بيسموا بلانتر فاشيائتس ده بيسموه مرض العدائين العدائين اللي هم بيمرسوا رياضة العدو مش تسمعوا أنتوا عن اللي بيمرس رياضة ميت مترو ربعمائة مترو الماراثن اللي فيه ناس فيه رياضة اسمها رياضة الجري أو رياضة العدو تمام؟ العدائين دول أكثر عرضة من غيرهم من الرياضيين إنهم يجي لهم الإصابة اللي اسمها بلانتر فاشييتس ده كان السبب التاسع السبب العاشر إيه هو بقى هو التهاب عظام الكعب كعب القدم وده حاجة اسمها سيفر ديزيز عظم الكعب نفسه بيبقى فيه ألم وخلوا بالكوا إنه التهاب عظام الكعب ده هنا بيؤدي إلى الشعور بالألم في القدم كله خلاص وده مختلف خالص أو شكل الألم مختلف طبعا اللي بيفرق هو هنا الأطباء بس مختلف عن الألم الذي ينتج نتيجة زيادة مستوى حمض اليوريك في الدم اللي هو اليوريك أسد ده ده مختلف الإصابة في الكعب دي حاجة تانية حاجة اسمها سيفر ديزيز وإصابة شهيرة جدا جدا تمام وبرضو يعني ده كان السبب العاشر فيه بقى السبب الحداشر والأخير هو التهاب وطر أكيلس مش أنتوا تسمعوا الحكاية دي وتسمعوا حتى في المباراة كرة القدم ويقول لك يغيب اللاعب للإصابة بالتهاب في وطر أكيلس أو بتمزق في وطر أكيلس أو تمزق وطر العرقوب بالمناسبة دي فيه ناس كتير قوي ما يعرفوش قصة وطر أكيلس يعني هو ناس كتير قوي بلا استثناء ممكن يكونوا عارفين إيه وطر أكيلس إن هو الوطر اللي هو من عند الكعب كده العرقوب بتاع الرجل فيه مثل يقول كل واحد متعلق من عرقوبه تمام على فكرة دي اللي هي علاقة بالقصة الشهيرة أو الأسطورة بتاعة وطر أكيلس أكيلس ده كان محارب شهير جدا يعني ده اسم بني آدم خلاص محارب شهير جدا في الأساطير اليونانية اسمه أخيل أو أكيل يعني هي حسب ما بتكتب يعني تمام أو قصدي حسب ما بتنطق بالعربية إنما هو أكيل يعني هي تنطق بحرف الك ممتو ودي كانت إلهة يعني في آلهة الإغريق اسمها تيتس حاولت تحميه من الموت دي القصة دي القصة الأسطورة يعني فقامت بغمسه يعني مسكته كده من عند كعبه وغطصته كده في نهر اسمه السايتكس نهر سايتكس ده كان نهر أسطوري برضو إن اللي بيختص فيه ما يموتش أو يعني أعوذ بالله يعني يعني إنه هو دي كانت الأسطورة بتاعته بس هي كانت مسكة من عرقوبه خلاص فهو غطص كله معدى العرقوب فالعرقوب ده مجاش عليه مية الخلود بحسب القصة أو حسب الأساطير اليونانية جي بقى الأستاذ أكيل ده أو أكيلس ده أكيل ده هو اسمه أكيل هي أكيلس دي عشان نسبة إلى التندن أو الوطر يعني جي في حرب اسمها ترواضة ودي حرب شهيرة جدا أصيب أكيل ده بسهم في كعبه اللي هو إيه اللي هو ما كانش محمي يعني فوقع وتقتل وده طبعا اللي أنا قلته ده هو اللي اتحكى في القصص اليونانية على فكرة التهاب واتر أكيلس أو تمزق واتر أكيلس ده يعد من أشهر الإصابات عند الرياضين كلهم كل أنواع الرياضة بيكونوا معرضين للإصابة الإصابة دي يعني من أكتر نسبة مئوية يعني أكتر إصابة بتحصل للرياضيين اللي بتيجي في واتر أكيل أو في واتر أكيلس ده تمام؟ قلنا كده لحضراتكم 16 سبب لآلام القدم عند الأطفال حل؟ طيب في السؤال بقى نرجع للسؤال كان مكتوب فيه إيه؟ كان مذكور فيه إنه آلام القدم بدون أعراض كان مكتوب كده مفيش أعراض مصاحبة لكن دي فرصة بقى أن أنا أقول لحضراتكم إيه هي الأعراض المؤلقة؟ بمعنى إيه؟ إنه لما طفل يبقى عنده ألم في القدم خلاص؟ ده في حد ذاته من وجهة نظري ونصيحة ليكم لما طفل يبقى عنده ألم في قدمه لازم نتوجه إلى الطبيب فور وبالمناسبة إحنا عندنا اتجاهين هنا في التحرك يأما بنروح لتخصص العظام على طول يأما بنروح لطبيب الطفل وطبيب الطفل يأما هيكون قادر على العلاج أو إنه هو اللي هيحولنا إلى طبيب عظام لكن فيه أعراض تانية مؤلقة غير الألم بخلاف الألم يعني إيه هي بقى أعراض المؤلقة اللي تزود القلق كمان لقدر الله يعني في حال وجودها أول هذه الأعراض هي برودة القدم المصابة يعني لما الطفل يقول أو إحنا نستشعر إحنا نستشعر لو هو مش قادر رسه يقول أو يعب إن رجله مثلا قدمه ليمين بتوجعه قدمه الشمال ولحظنا إحنا إن القدم دي ساعة ده عرض مؤلق جدا أو عرض تاني مؤلق أن يكون هناك شحوب في لون القدم والشحوب دي إن اللونها شاحب يعني لونها يبقى باهت اللي هو واحد لما حد يشوفك كده أو حد يشوف حد يقوله أنت ملك شاحب كده تلاقي وشه مبيض يعني ما فوهوش اللون البينك أو اللون اللونه بامبة خفيف اللي هو اللي بيميز الجسم حتى لو هو يميل إلى إنه يكون من أصحاب البشرة البيضاء يعني بس قصدي إيه إنه يبقى هنا القدم فيها شحوب ده من علامات الخطر شوي من الأعراض المؤلقة برضو تورم القدم إن القدم تكون ورمة تمام إيه برضو من يعني نرجع بس للنقطة دي تاني إنه النقطة دي مهمة أوي تورم القدم تمام من الأعراض المؤلقة برضو تغير لون القدم يعني لو لون القدم دي لقناها احمرت أوي أو ازرقت فاهمين قصدي أو بقى فيها كده لونين في بعض فاهمين ده ده من العلامات الخطر من علامات الخطر برضو أو العلامات المؤلقة التنميل إن القدم تبقى منملة دي برضو من علامات الألأ كل ده شوفوا بعيدا عن إحساس الألم يعني الألم ده مفروغ منه خلاص يعني الألم في حد ذاته يستوجب إن احنا نروح للدكتور لكن كل هذه الأعراض بقى لا وإحنا نتحرك بسرعة كمان من ضمن الأعراض عدم القدرة على المشي أو عدم القدرة على الوقوف أو خروج مفصل القدم عن وضعه الطبيعي يعني نبقى حاسين كده إن المفصل بتاع القدم ها زي ما يكون خارج من مكانه زي ما يكون معووج زي ما يكون حصله بنسميحنا dislocation يعني إن هو خرج من مكانه أو خرج من موضعه تمام كده هذه علامات مقلقة تخلينا أو تستوجب مننا سرعة التحرك نحو طبيب العظام أنا في وجهة نظري إن احنا ما نضيعش وقت نروح لطبيب العظام على طول خلاص طبعا يعني إحنا كأطباء أطفال بنقدر نتعامل في حاجات كتيرة ولكن مع وجود علامة من هذه العلامات المقلقة بخلاف الألم بتاع القدم يعني لو الألم بس بنروح لطبيب الأطفال الأول إنما وجود بقى علامة من العلامات المقلقة دي لازم نروح لدكتور العظام على طول تمام أو نروح لدكتور الأطفال وهو يوجهنا ما فيش مشكلة لكن أنا رأيي الشخصي أنا إن احنا نروح على طول للتخصص المعني بهدي الشكوة آخر حاجة عايز أقولها لحضراتكم في الموضوع ده هو عن حالة مرضية اسمها متلازمة تململ الساقين ودي برضو عشان لو كان حد من كل الستاشر سبب دول جي بقى حظنا وقال إيه لا ده أنا عندي بقى حاجة تانية هي بقى تململ الساقين دي خلي بالك أنا قلت متلازمة تململ الساقين الساق اللي هي المسافة من القدم إلى الرجبة خلاص كده اللي فيها عضلة السمانة وكده خلاص دي احنا يعني أو اسمها ريستلس ليج سندروم متلازمة تململ الساقين ودي عبارة عن إيه؟ عبارة عن رغبة دائمة في تحريك القدمين القدمين يعني حد بيبقى قاعد خلوا بالكوا قوي من لأنا بقولوا بقى من الوصف رغم إن هي اسمها متلازمة تململ الساقين لكنها ترجمتها إيه بقى يعني اللي عنده بقى الحالة دي بيعاني من إيه أو إيه العرض الظاهر عنده لما يعد يبقى عنده رغبة دائمة إنه يحرك القدمين أنا ليه بقى بركز عن نقطة دي؟ علشان في ناس وهي قاعدة بتهز رجلها كده لأ مش هي دي مش هي دي اللي أنا أصدي عليه مش في ناس وهي قاعدة كده تروح بتقعد تعمل كده رجلها كده وحتى لو حد عاد جنبه يقول له يا أخي بطل بقى ما أنت ليه وطرتنا كده في ناس تقعد تهز رجلها كده رجال وسيدات وولاد وبنات وأطفال لأ التانية لأ أبقى التانية تلاقي بيحرك القدمين بتلاقي رجلي هي اللي عملة تتحرك شايفيني أنا بعمل إيدي إزاي؟ وإمتى بقى أكتر؟ إذا قاعد فترة طويلة أو إذا كان هينام أو هو نايم حتى خلوا بالك فدي علشان كده حتى يعني هي دي بتصنف طبيا على إنها شكل من أشكال اضطراب الجهاز العصبي الجهاز العصبي يعني هي مش محسوبة على أمراض العظام وبعض الأراء الطبية بتحسبها على اضطرابات النوم أصلا نصيحة عامة عايز أقولها لحضراتكم ما تيجوا نختصر بقى القصة كلها عند الشعور بالألم لما ابننا أو بنتنا طفل أو كبير أو شاب أو راجل كبير أو سيدة كبيرة عندهم ألم لأن ألم القدم زي ما بقول لكم له أسباب كتير قوي زي ما سمعته 16 سبب أسباب طبيعية وأسباب لي علاقة بالحركة وأسباب مرضية تمام كده؟ ولو خدتوا بالكو 11 سبب مرضي من الستاش صحيح في أحوال ندرة وأحوال غير شائعة حاليا ولكن تبقى الغلبة للأحوال المرضية عشان كده نصحتي إيه لحضراتكم عندما نشعر بآلام في القدم أو أطفالنا ولدنا أو بنتنا يشعروا بآلام في القدم يجب أن ننجز خطوة المشورة الطبية من فضلكم بلاش إحنا نتصرف من نفسنا بلاش إحنا نتصرع مش عايز أقول بلاش نفتي يعني فاهمين قصدي؟ يعني بلاش اللي هو إيه؟ نلفها كده بنداج ونشوق أحيانا اللف ده ممكن يبقى غلط ممكن يبقى ده مزيد من الضغط على القدم فاهمين قصدي؟ فلنحس بوجود أو نلاحظ وجود هذا العرض سواء بأعراض أو من غير أعراض مصاحبة يعني الألم في حد ذاته ده ده الحالة الأساسية معاها بقى أعراض مصاحبة أو بغير أعراض مصاحبة نتوجه إلى التخصص الطبي سواء طب العظام زي ما قلنا أو طبيب الأطفال إذا كان هو قادر على العلاج هيعالج أو هيحولنا إلى طبيب عظام حلقتنا النهاردة رغم أنها كانت حلقة أسئلة بوعدكم أنها يكون عندنا حلقات أسئلة إن شاء الله قادمة ولكن كان سؤالنا إلي اخترناه عن آلام القدم عند الأطفال واتكلمنا فيه مع حضراتكم بكل تفصيل بشكركم جدا جدا وإن شاء الله نلتقي معاكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يوحكا سلام عليكم